النهاردة هنتكلم على types of centrifugal compressor او انواع الدواغط الطاردة المركزية اللي احنا تكلمنا عنها المرة اللي فاتت وقلنا ان centrifugal compressor ده هي نوع من انواع dynamic dynamic compressor وقلنا انها dynamic او ديناميكية عشان بنحول فيها kinetic energy الايه؟ بنحولها الضغط وبتتحول في centrifugal عن طريق الampiller وقلنا ان الampiller هو مهم جدا وهنتكلم عنه المراري بس احنا عندنا في نوعين مشهورين من centrifugal compressor وبرضو بيعتمدوا على number of او عدد number of impelers اللي بتكون موجودة عندك number of impelers طيب هنتقسم لأيه؟ هتتقسم لنوعين يا اما يكون عندك single stage single stage compressor compressor هيكون على مرة واحدة عملية الضغط هتتم في خطوة واحدة او في ضغطة واحدة ايه تمام؟ او النوع التاني من المسنترفيجي الكمبريسور based on number of impelers اللي موجودة عندك بيكون اسمه multi stage compressor وده معناه ان انت هيكون عندك اكتر من impeler واحد تمام كده؟ يعني هنا one impeler يبقى احنا كده عندنا number of impelers هنا هيكون عندك واحد بس هنا اكتر من ايه؟ اكتر من واحد اتنين بقى تلاتة ايان كان العدد طيب ليه انا ممكن استخدم single impeler عشان انت بيكون داخل عندك اولا هو زي ما قلنا انه هو بيضغط الغاز ايه؟ ضغطة واحدة لكن ده بيضغطه على stage او على impeler ورا ايه؟ ورا بعدها انت ممكن يكون عندك high flow rate مثلا ليه ممكن تستخدمه انت ممكن يكون داخل عندك high او low flow rate تمام؟ ده اللي هي اللي هي اللي هي اللي بس انت عايز ضغط الضغط اللي انت عايز توصله low فانت طالما عايز تضغط لضغطه قليل فما فيش داعي ان انت تستخدم اكتر من stage انت ممكن تستخدم one stage او single stage center fusion boom طيب امتى بقى اضطر استخدم multi stage لو انت عندك high flow لازم الفلو يكون عندك كتير يعني لو قليل وعايز توصل لهاي ايه؟ لهاي pressure فانت لو عايز توصل لضغط عالي فيفضل ان انت بدل ما تضغط على one impeller فانت بتستخدم اكتر من ايه؟ اكتر من impeller نشوف بقى الصورة كده احنا عندنا الصورة الصورة الاولى دي بتعبر عن دي الصورة رقم واحد ودي رقم اتنين الاولى بتعبر عن single stage اللي احنا اتلمنا عنه من شوية single stage centrifuge compressor او compressor هنلاقي ان احنا عندنا فيه هنا ايه؟ impeller واحد اللي هو هيدور يعني هياخد الغاز وبعدين يدور وبعدين ايه؟ فاحنا لو عندنا ده هو ده وبعدين الغاز دخل او وبعدين فضل عند impeller هنا impeller اللي هو جزء الازرق في المروحة هنا وده impeller ايه؟ impeller بتاعنا وبدأ بدأ يلف والسرعة بتاعته تزيد هيبتدي يدخل على اول حاجة اللي هي الايه؟ الديفيوزر فين الديفيوزر بتاعنا اللي هو بوزء ده؟ اللي قلنا من في الفيديو اللي فات الاريا بتاعته صغير وبعد اما يدخل على الديفيوزر هيروح فين؟ هيتحرك كده ويروح بعد كده على الفلوت والمفروض ان هو من هنا آآ سويني عشان نتأكد ان ما احنا مشين صح احنا عندنا ده الديفيوزر بتاعنا اللي انا شاورت على دلوقتي ده الديفيوزر اللي هي الاريا بتاعته صغيرة آآ هوا تسوي ما مش راضي شاور الديفيوزر اللي هو الاريا بتاعته صغيرة وبعدين بتحرك من اروح للفلوت ومن الفلوت هطلع على هلاقي الاريا عندي عمالة بتايه؟ اريا عمالة بتزيد فلو جينا بصينا هنا هنلاقي من الحرك ان احنا دخلنا الالت وبعدين زودنا السرعة وبعدين السرعة اعتردت على الديفيوزر بالطريقة اللي انا مشي بها دي عكس عقارب الساعة اعتردت ودت على مين عالديفيوزر بعد كده الديفيوزر هيرمع الاريا الاكبر اللي هي الزلوت ومنه هتطلع على الايه؟ عالديسيتشارج فيطلع في الاخر من هنا على الديسيتشارج هنا كده هو ده الديسيتشارج بايه؟ الديسيتشارج بتاعنا الجزء اللي في الاخر ده زي ما احنا شايفين الضغط كله تم عن طريق استخدام امبلر ايه؟ امبلر واحد نبص بقى على الصورة رقم اتنين هنلاقي عندنا كزا امبلر ادي واحد اتنين تلاتة اربعة فليكن ان احنا عندنا فوري ستيج يبقى ده عبارة عن فوري ستيج او بنقول عليه مالتي ستيج مش بنقعد نعد مالتي ستيج كومبريسور طيب المالتي ستيج كومبريسور عندنا اكتر من امبلر ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة والكل واحد فيه ديفيوزر اللي هو الجزء ده جزء ارياتو صغيرة علشان يزود برضو في الايه؟ في الكينيتك انرجي عندنا فاحنا لو دخل عندنا الغاز من هنا وليكن ده ستوكشن وبعدين عد على اول امبلر فالسرعة بتاعته زادت بعد كينيتك انرجي رقم واحد وبعدين كينيتك انرجي رقم اتنين لانه تنقل من الامبلر او الامبلر التاني فالسرعة بتاعته هيزيد وبعدين هيروح على الامبلر التالت فالسرعة بتاعته هزيد زاد وبعدين الكينيتك انرجي اربعة اللي هي اعلى حاجة واللي بعدها هيعدى على الديفيوزر ويبتدي ايه؟ يضطرد فهيبتدي يدخل هنا كده في الزلوت والديستشارج وبعدين يجي خارج من هنا اتنقل ميكانيتك انرجي بتاعته الكبيرة جدا اللي في اريا صغيرة لاريا واسعة فهتتحول لضخط وبعدين يطلع هنا بالضخط بتاع الايه بتاع الديستشارج الفرق هنا ان لو انت مدخل في الرقم واحد في الكمبريسور رقم واحد او في الكمبريسور رقم الان نفس الكمية فهي في الحالة رقم واحد هتطلع بضخط اقل تقريبا لو هم ليهم نفس البرفورمانس هيبقى اقل اربع مرات من اللي هيطلع به الايه من المالتستيج التاني تمام كده فالميزة ان احنا بنستخدم المالتستيج كومبريسور لما نبقى عايزين نضغط الكمية الغاز اللي عندنا ضغطة ايه ضغطة جبيرة طيب بالنسبة بقى ازاي هو بيشتغل اساسا احنا عندنا ايه الحاجة او ايه درايفر اللي بيحرك لنا الايه الكمبريسور فاحنا عندنا لما اتكلمتا في البمبات كان عندنا المطور لكن احنا دلوقتي عندنا في حاجتين مشهورين يعني هناك في البمب البمب ممكن تشتغل بترباين جاز ترباين ستيم ترباين الفكرة ان هنا في الكمبريسور الدرايفر بتاعه او المصدر بتاع الحركة بتاعه الدرايفر ممكن يكون مطور وهنلاقي محطوط عليه الرمز كده ام وممكن ان يشتغل برضو بالايه بالترباين تمام كده بيشتغل بالجاز ترباين او اللي ستيم ترباين الاتنين دول هم المسؤولين عنه ان هم يدوروا الامبلر ان هم يحرقوه في روتاشن روتاشن موشن هم المسؤولين عنه هم يعملوا الحركة الدائرية اللي بيعملها اه الدورانية اللي بيعملها الامبلر عشان يولدلي للايه الكينيتيك انرشي تمام كده فاحنا كده عندنا في وبعدها هندخل على امبلر ضاير الامبلر بتاعنا بموتور او بترباين وبعدين نطلع على طيب نتكلم بقى عن الامبلر اللي احنا عملين نقول عليه كزا مرة دا الامبلر عندنا طيب احنا عندنا لسه والمالتي اه ليهم فاحنا هنكملها وبعدين نتكلم على احنا عندنا زي ما احنا شايفين في وبعدين دخلنا عندنا واحد زي ما احنا شايفين اللي هو دا هيبتدي يدور بسرعة عالية وبعدين يرمي على مين هيرمي على بعد كده هيبقى ماشي 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 والقرية عملت زيل لحدة ما يجي طالع على فانت عندك بقى في حاجة اسمها اللي هو الجزء اللي ورا يعني لو احنا رجعنا صفحة ورا كده هنلاقي ان في ورا وبعدين بعده على طول موجود في ايه في طيب وكزلك هنا هنا في وبعدين قدامه الامبلة زي ما احنا مشاورين هنا وفي عملية زي ما قلنا في في او في ان هما المهمة عشان نمنع اللي يليكش طيب الكيسينج هي اللي بتشيل الانر بوكس بتاعت الكمبريسور واحنا عندنا جزء بتاع يبقى احنا كده ايه خلصنا ده هو السنجل استيج كومبريسور دي الكمبونانت بتاعته استيج كومبريسور كومبونانت تمام طيب لو مالتي ستيج بقى ده هو عندنا مالتي ستيج كومبريسور طيب المالتي ستيج كومبريسور في الحالة اللي عندنا عندنا كام ستيج النمبر بيساوي تلاتة اهي النمبر بستيج ادي واحدة اتنين تلاتة طيب نيجي مبص هنلاقي ان احنا عندنا فين الانت او الساكشن الساكشن الجاي عندنا من هنا وبعدين بدأ الغاز يدخل الشفت ده هو اللي بيكون مربوط يقيمة بمطور يقيمة بيكون مربوط بتربينة هم اللي مسؤولين عنه ان هم يولدوا الحركة بعد اما يتحرك هيبتدي طبعا الامبلر يدور عندنا الامبلر اللي هو الجزء يدور اللي هيحصل هيبتدي زود وبعد كده يبتدي الوحل الاماكن صغيرة ديقة اللي هي اللي فيها الاسهم الصغيرة دي تمام؟ الجزء اللي بيض اللي فيه اسهم ده اسمه وهو مشاور عليه هنا قال لك اتنقلت من لستيج وان لستيج تو لستيج سري وبعد كده هيتم عملية بتاعك او الطلب ويجي خارج بتاعك الغاز بتاعت مضغوط عند كل كل الامبلرز مع بعضها بتكون موجودة جوة تمام كده كل الامترنالز دي بتكون موجودة في نفس في نفس الاطار بتاع نيجي بقى على احنا عندنا الامبلر ياما بيكون حاجة من اتنين ياما بيكون او بيكون ده اول تصنيف ليه يعني هو الامبلر عبارة عن ايه عبارة عن شوية راش تمام كده في اما بيكون اوبن يعني الرياج الشفطة عندنا اهو تمام والرياج موجودة دي الرياج اهو او بيكون في حالة فهو بيبقى عبارة عن بلاد وموجود او زي طبق كده وموجود ادي الشفطة اهو بتاعنا المفروض ان الشفطة هيبقى كده والرياج متسبتة على الايه الرياج متسبتة عندي على البلاد فالافضل عندنا احنا طبعا ان احنا نرجع لكورس البنبوت ونبص على مشروحة بالتفصيل بس احنا هنا عندنا طبعا هو بتاعه سهل مش هيلما حاجة بس هو دلوقتي not supported enough not supported enough يعني لو بصينا على الرياج بتاعت المروحة المروحة العادية هنلاقي ان هي بتدور بس هي ممكن تتحرك حركة للامام وحركة للخلف لو حد خبط فيها كمام كده لكن لو هي متسبتة على لو جينا وراه وحطينا لوح كده وبدأ تدور علي لا هتدور افضل هتبقى more supported وبالتالي فبالتالي لو الهوا عمال يخبط فيها هي مش هتتأثر بالخب ده تمام كده الحاجة التانية ان بتاعنا ممكن يتحرك للامام يحرك لنا الغاز للامام او يتحرك يحرك لنا الغاز ده على اساس الرياج مش يزاي يعني الرياج ممكن تكون عندنا كيرفد لقدام او كيرفد لقراء وهنشوف الصورة دلي اول صورة معنا بيقول لك ان هو سيمي أوبند يعني موجود زي ما احنا شايفين ادي فيه بليد كده وعبارة عن اللي عليها اسمها ستريد فين ستريد فين يعني اللي انها ايه زي ما احنا شايفين كده خليها نشاور زي ما احنا شايفين مستقيمة طب الصورة التانية انها تكون كيرفد زي ما احنا بنشاور تحت كده بتكون كيرفد يا اما باكورد باكورد هتلاقيها طلع لفوق كده معناها انها بتحرك الغاز باكورد بتزق الهوى بظهرها يعني الهوى لو موجود الهوى هيبتدي يتزق الايه كيرفد فورورد زي ما احنا شايفين كده الهوى في الحالة دي لما هتحركوا هتحركوا لقدام مع عقارب الساعة تمام فالفورورد بيكون كلوك وايز او مع عقارب الساعة والباكورد بقى بيكون ايه عكس عقارب الساعة تمام اللي هي كاونتر كلوك وايز طيب احنا دلوقتي عندنا قلنا ان هو ممكن يكون هو ممكن يكون تمام كده اللي احنا عندنا في الحالة دي اللي هي اللي تحت خلينا شايفة التاني اللي هو هو قطعها اصلا اللي هو اللي انه هو عندك الكيرفد باكورد والكيرفد فورورد اللي اتنين كلوز تمام هو قطعلك بس عشان تشوف المراوح عاملة زي من جو طيب اللي هو هو كيرفد او يعني هيزوق الرياش هيزوق الهوى بظهر الرياش او في الكيرفد فورورد هيزوق الرياش بالايه من قدام يعني هيزوق الهوى بالرياش من ايه من قدام طيب اهنو الافضل ان احنا نستخدمه احنا معظم اللي استخدم بتاعنا بنستخدم الكيرفد باكورد ان احنا بنزوق الهوى بالظهر بتاع الرياش ده المست يوز عندنا في في الصنع. شكرا.